شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان كلامنا في الحلقات الماضية حول السبب الكامن وراء ظاهرة الغيبة وكيف يمكن لنا أن نفسر هذه الغيبة المحيرة مبت أربع إجابات أما الإجابة الخامسة فهي الإجابة التي يشير إليها الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه وهذه الإجابة مذكورة في كتاب رسائله في الغيبة المجلد الثالث صفحة 11 طبعاً هذه الإجابة كالإجابة الرابعة يمكن أن تكون تفسيراً بسيراً لاستمرار ظاهرة الغيبة لا لأصل حصول هذه الظاهرة كالإجابة وهذه الإجابة ينتظر تمام العدة قبل كل شيء نقدم مقدمة قصيرة قصيرة وهذه المقدمة هي أن الحركة الإصلاحية التي تهدف التي تهدف إلى تغيير الواقع القائم تحتاج إلى الرجال وهؤلاء الرجال يتنوعون إلى نوعين وفي كل نوع لا بد أن تتوفر صفات معينة النوع الأول الرجال مرحلة التكوين والنوع الثاني الرجال مرحلة البناء ربما الصفات التي يجب توفرها في هذين النوعين لا تكون متطابقة ربما يكون هناك نوع من الاختلاف القرآن الكريم فيما يبدو لنا يشير إلى بعض صفات هذين النوعين مرحلة البناء مثلاً الله تعالى في قضية طالوت وقضية جالوت يبين أن الرجال الذين يهدفون إلى التكوين إلى هدم الواقع القائم وبناء واقع جديد على أنقاضه يجب أن تكون عندهم صفة النكران للذات تجاوز الذات هذا الفرد الذي لا يستطيع أن يتجاوز ذاته لا يتمكن أن يضحي ببعض شهواته لا يمكن له أن يكون من رجال هذه المرحلة طالوت أجرى اختبار الآن هؤلاء الجيش يريدون أن يحاربوا العمالقة العمالقة قوة كبيرة من يتمكن أن يحارب هؤلاء العمالقة؟ محاربة هؤلاء تحتاج إلى صفات معينة صفات نفسية أهم شيء في رجال المرحلة الأولى الصفات النفسية صفات نفسية معينة طالوت وهو قائد الجيش أجرى اختبار أنتم الذين تريدون دخول ميدان المعركة أمامكم امتحان صغير الجيش عطشان العطش ذقتم العطش لعله في شهر رمضان قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرَ نَهَرْ أَمَانْكُمْ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيده غرفة واحدة فقط الجيش العطشان عندما يأتي ويرى الماء وقد بلغ به العطش أشده وإذا بهم يدخلون هذا النهر ويرتوون من الماء ارتواء هذا اللي ما يتمكن أن يتجاوز شهوة العطش هل يتمكن أن يتجاوز شهوة الحياة ويضحي بحياته القضية قضية واضحة إلا جماعة قليلة من هؤلاء الجيش فقط اغترفوا غرفة واحدة بأيديه عندما عبروا ذلك النهر وإذا بتلك الأكثرية تقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده اللي يفشل في الامتحان الصغير قطعا يفشل في الامتحان الكبير اللي يفشل في امتحان الدينار يفشل قطعا في امتحان القنطار المرحلة الأولى وهي مرحلة هدم الواقع القائم لبناء واقع جديد على أنقاضه تحتاج إلى رجال معينين وتحتاج إلى صفات نفسية معينة نأتي إلى المرحلة الثانية مرحلة البناء ومرحلة الإدارة البيت له مرحلة هدم وله مرحلة بناء رجال هذه المرحلة أيضا يحتاجون إلى صفات معينة ربما تلتقي مع صفات رجال المرحلة الأولى ولكن ربما أيضا يحتاجون إلى صفات أخرى مو كل واحد يخوض الميدان يتمكن أن يدير الحكم ويدير المجتمع هذا يحتاج إلى صفات أخرى الله تعالى يقول في القرآن الكريم قال اجعلني على خزائن الأرض اجعلني وزير للمالية لعله معنى الآية هذه إني حفيظ علي حفيظ لعل معناه الأمانة هذا اللي الأموال كلها تكون تحت يده يجب أن يكون بدرجة عالية من الأمانة والحفظ وإلا الأموال تغري السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه ينقل عنه أنه كان يقول الأموال لا تغرني المال مو قضية عندي ولذلك عاش زاهدا إلى آخر حياته أي شيء آخر موجود فيه المال المال ما يتمكن يغرني المال مو مسألة عندي إني حفيظ عليم وزير المالية يجب أن تكون له خبروية يجب أن تكون له معرفة بعد هذه المقدمة ننتقل إلى صلب الموضوع حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح هل هي حركة تستند إلى الإمداد الغيبي؟ أو هي حركة تعتمد على منطق المعادلات الطبيعية؟ هل هي حركة غيبية؟ أو حركة طبيعية؟ الجواب على ذلك الشيء اللي يظهر من الروايات الواردة في هذا المجال أن هذه الحركة كحركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حركة طبيعية وغيبية في آن واحد النبي صلى الله عليه وآله صحيح أنه كان يعتمد ويستند إلى الإمداد الغيبي ولكن حركته أيضاً حركة كانت تعتمد على منطق المعادلات الطبيعية أنا أقرأ لكم روايتين تدل على وجود البعدين البعد الطبيعي والبعد الغيبي في حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح الرواية الأولى التي تشير إلى البعد الغيبي في تفسير العياشي المجلد الأول صفحة مية وسبعة وتسعين عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الملائكة الذين نصروا محمداً صلى الله عليه وآله يوم بدر خمسة آلاف ملائكة جاءوا في بدر ونصروا النبي صلى الله عليه وآله في الأرض هؤلاء بعدهم موجودين أولئك الملائكة مو إحنا فقط نعيش حالة الانتظار أولئك الملائكة أيضاً يعيشون حالة الانتظار ما صعدوا بعد يعني إلى عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه ولا يصعدون هؤلاء باقون في الأرض حتى ينصروا صاحب هذا الأمر وهم خمسة آلاف وعددهم مذكور أيضاً قرآن الكريم إذن هذا يمثل إمداداً غيبياً للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ولكن الشيء الذي يبدو من روايات أخرى أن الإمداد الغيبي جزء القضية هذا التصور الموجود عندنا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه عند بعضنا يأتي وبدون أي مقدمات وبدون أي مؤونة وإذا بالكرة الأرضية كلها تخضع له هذا التصور تنفيه الروايات أكو هناك جبابرة حاكمون أكو هناك طغاة أكو هناك أفراد مصالحهم تتعرض للخطر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما جاء ألم ينكره علماء بعض علماء اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بعضهم طبعاً ولكن هناك مصالح في القضية جماعة يخرجون إلى الإمام المهدي ويقولون لا حاجة لنا فيك ارجع من حيث أتيت الطواغيت ما حاربوا النبي صلى الله عليه وآله ليش؟ الطواغيت حاربوا النبي صلى الله عليه وآله ويحاربون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه الخط الأموي الخط الأموي موجود الخط الأموي لم ينتهي رأيتم بعض آثار بعض مظاهر الخط الأموي في العراق الذين كانوا يأخذون المؤمنين ويأمرونهم أن يشتموا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلى الله عليه أمير المؤمنين على الأقل هو الخليفة الرابع يقولون إما تشتم وإما نذبحك الخط الأموي موجود الخط الأموي لم ينتهي وهؤلاء يقفون أمام الإمام المهدي صلى الله عليه والإمام المهدي صلى الله عليه لا ينتصر عليهم بالمعجزة فقط وبالإمداد الغيبية فقط لاحظوا هذه الرواية هذه الرواية مذكورة في كتاب الغيبة للنعماني صفحة ميتين وأربعة وثمانين يقول لما قدمت المدينة الراوي طبعا الرواية أيضا في البحار مذكورة في بحار الأنوار لما قدمت المدينة قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلى الله عليه إنهم يقولون الناس يقولوا إن المهدي لو قام صلى الله عليه لستقامت له الأمور عفواً عفواً كما يبدو يعني بلا تعا بلا مؤونة فقال كلا الإمام الباقر والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفواً لستقامت لرسول الله صلى الله عليه وآله حين أدميت رباعيته المعروف يقولون كسرت رباعيته هذا معروف الوالد رحمه الله كان ينفي ذلك كان يقول ما كسرت وهذه الرواية تقول أدميت إدماء وشج في وجهه النبي صلى الله عليه وآله الإمداد الغيبي كانت جزء المعادلة ولم يكن كل المعادلة كانت هناك معانات كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق ثم مسح جبهته العلام المجلسي رحمه الله في البحار يقول العلق الدم الغليظ وهذا كناية عن ملاقات الشدائد التي توجب سيلان العرق والجراحات المسيلة للدام عرق جهاد ميدان جهاد نحن وأنتم هم إحنا هم انتم والعلق بعض الولاة هذه طبعا في المراحل الأولى الولاة الذين يعينهم الإمام المهدي صلى الله عليه في بعض البلاد يقتلون جماعا يقومون ضدهم ويقتلونهم فيرجع الإمام المهدي صلى الله عليه إليه الإمام المهدي صلى الله عليه لاحظوا الرواية الأخرى الرواية الأخرى موجودة في تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 103 يقول الإمام الباقر صلى الله عليه في هذه الرواية ينزل المهدي باللفظ الآخر صلى الله عليه يوم الرجفة بسبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو ظاهر كلمة ينزل لعل ظاهرها يعني ينزل من السماء في قباب من نور لا يعلم في أيها هو حتى ينزل ظهر الكوفة لماذا لا يعلم في أيها هو أي في المراحل الأولى لعله تحفظا من بطش الأعداء لأن إذا عرف الإمام المهدي صلى الله عليه الخط الأموي خط الجبابرة لعله يقتلون الإمام المهدي يعني يحاولون قتله فالقضية ليست فقط قضية غيبية قضية غيبية قطعا وإمداد الله موجود قطعا وعناية الله موجودة قطعا وخمسة آلاف من الملائكة ينزلون ولكن أيضا هذه الروايات تدل على أن هناك أيضا بعدا طبيعيا في حركة الإمام المهدي صلوات الله عليه كما كان هذا البعد الطبيعي في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله جيد مثل هذه الحركة التي يجب أن تعتمد أيضا على منطق المعادلات الطبيعية كم تحتاج من الرجال المرحلة الأولى وهي مرحلة الهدم تمتد ثمانية أشهر يعني مرحلة الحرب كما ذكرناه كم من الرجال نحتاج لإدارة هذه المرحلة المرحلة الثانية وما هي صفات هؤلاء الرجال المرحلة الثانية التي هي مرحلة البناء وأي بناء بناء دولة عالمية لم يأت لها نظير على وجه الكرة البشرية إلى الآن دولة إلهية دولة العادل مو القضية قضية ظاهر أنه فد واحد ظاهرة جيد أنا أعتمد عليه أخلي في منصب من المناصب بعدين يتبين أنه لم يكن كما ينبغي إحنا نعتمد على الظاهر ومو مكلفين بالنتائج أيضا إحنا حركتنا حركة ظاهرية خالد بن الوليد يكون قائد للجيش فيقتل أبرياء ويريق الدم إفلان والي يكون واليا ثم يخون في الأموال ويهرب بتلك الأموال ويكتب رسالة شديدة اللحن إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه راجعوا نهج البلاغة الإمام قال لي ما تخاف تخون أموال المسلمين هو رد على الإمام برد قاسي وشديد شوفوا نهج البلاغة القضية يراد لهذه الدولة أن تحقق ذلك الأمل وذلك الحلم الذي بشرت به رسالات السماء دولة العدل دولة الحق كم يحتاج إدارة هذه الدولة من الرجال وفي أي مرتبة يجب أن يكونوا الإمام المهدي صلى الله عليه إذا كان المقرر يدير كل الأمور بالقضايا الطبيعية ما يحتاج إلى أي مقد وما يحتاج إلى أي يد يعني الذراع تدير الأمور ولكن هذه الروايات وروايات أخر تقول إن هناك أيضا بعدا طبيعيا فلابد أن يكون هناك عدد كافي وفي درجة رفيعة راقية من التقوى والإيمان والإخلاص درجة رفيعة جدا والإطاعة هل وجد هذا العدد؟ العدد الذي يتمكن أن ينهض بهذه المهمة يؤسفنا أن نقول لا لم يوجد بعض يمكن يتعجبون من هذا الكلام الإمام المهدي صلى الله عليه ينتظر تمام العدد؟ هذا الجواب الذي يشير إليه الشيخ المفيد في ذلك لا بأس أن أقرأ عبارة الشيخ المفيد رحمة الله عليه الشيخ المفيد يقول وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ فِي جُمْلَتِهِمْ الْعَدَدَ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا شَرَطْنَا لَظَهَرَ الْإِمَامُ اللَّا مَحَالَ وَلَمْ يَغِبْ بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ طَرْ فَتَعَانِ يعني إذا هذا العدد يكتمل كما يقول الشيخ المفيد الآن في نفس اللحظة الإمام يظهر هل يبدو هذا غريبا؟ لعله يبدو هذا المنطق الذي يقوله الشيخ المفيد غريبا؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير إلى نظيره في نهج البلاغة لاحظوا الخطبة الشقشقية الإمام صلوات الله عليه بعد أن يقول فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَالنَّاسِ عندما هجموا على الإمام صلوات الله عليه للبيعة الإمام يبدأ بهذا المقطع ثم يقول لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءَ أَلَّا يَقَارُّ عَلَى كِذَّةِ ظَالِمْ وَلَا سَغَبِ مَظْلُومُ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا شنو الفرق بين الأول والآخر؟ هذا هو الفرق كما يقول الإمام في الخطبة الشقشقية حضور الحاضر شراح نهج البلاغة يقولون يعني حضور هؤلاء الذين هجموا باتجاه الإمام ما كانوا في اليوم الأول ولذلك في اليوم الأول الإمام ألقى حبلها على غاربها يعني حبل الخلافة ألقاها على غاربها يعني على عاتقها ولكن الآن حضور الحاضر لو لا حضور الحاضر أنا ليش أقول هذا الكلام لأنه بعض يمكن يتأملون في جواب الشيخ المفيد لا لو لا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر الناصر وجد فالإمام قبل الخلافة الظاهرية بعد أن كانت له الخلافة الواقعية من الأول لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها كنت أتعامل مع الأواخر كما تعاملت مع الأوائل هذا العدد لم يكتمل كنت أتعامل مع الأواخر ولكن ما هو العدد وما هي الصفات صفات جداً رفيعة ينبغي أن تكون في هذا العدد هذا ما متوفر ولذلك في شرح التجريد على ما أتذكر يقول وَعَدَمُهُ مِنَّا نحن 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 وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وَعَدَمُهُ مِنَّا هؤلاء الجماعين لم يصلوا إلى ذلك المستوى وتلك الدرجة أنا أذكر لكم بعض الروايات التي تبين صفات هؤلاء وأنه في أي مرحلة من المراحل ينبغي أن يكون حتى تشوفون القضية ويتحتاج إلى شرح هنا لا بأس أن أشير إلى ملاحظة هذا مو معناته اليأس أي نقطة محورية إنتوا عندما تحطون أمامكم نموذج الرفيع هذا النموذج دققوا في هاي النقطة يحر كل طاقاتكم لذلك الله سبحانه وتعالى جعل مراتب مرتبة أولى تبدأ مراتب ماكو هنالك سقف معين روح أجيب لكم مثال كل شوى الله تعلمون أن أوقات الصلاة أوقات متحركة مو ثابتة مراتب يمكن أن مراتب ثواب هذا الشكل يصير قليل هذا من ناحية الوقت من ناحية التوجح صلاة تبدأ من تلك الصلاة التي عندما تصعد إلى فوق تلف ويرمى بها رأس صاحبها ما تفيدنا هذه هاي إليك ولا يكتب في ديوانه ولا ركوع ولا سجود ولا تكبير طبعا مسقطة للوظيفة الوظيفة تسقط ولكن كل شيء ما يكتب هاي مرتبة وتروح إلى تلك المرتبة صلاة رسول الله وصلاة أمير المؤمنين اللي ينزع السهم من رجله وهو لا يشعر بذلك انتو إذا خليتو لكم فهدف محدود تركضون حركة متئدة حتى توصلون إلى ذاك الهدف المحدود أو ما توصلون لكن الدين يجعل أمامك وهذه من نقاط قوة الدين يجعل أمامك هدف لا حد الله إش قد تركض أكو مجار إش قد تذكر الله سبحانه وتعالى أكو مجار روح روح حتى بعض المؤمنين حتى في حالة النوم يذكرون الله لأن متعلم يذكر حتى بالنوم يذكر أو الشيخ الكعبي رحمة الله عليه بالنوم كان يقرق راية في بعض الأحيان رحمة الله عليه فكانت أمه تقعد تبكي على قرائته فهو يقعد يشوف أمه تبكي يقول ليش تبكين يقول لأن أنت كانت تقرق راية الذكر ما إلها حد روح التقوى ما إلها حد النفسية الرفيعة ما إلها حد الفقح أركض ثمانين عام ما ينتهي قراءة القرآن ما إلها حد قراءة المفاتيح ما إلها حد روح وأن إلى ربك المنتهى لذلك الإيمان يفجر كل الطاقات في المؤمن إحنا ما عدنا بالتاريخ ما أظن عدنا في علماء الشرق والغرب عالم ألف ألف كتاب كالعلامة الحلية أكو عالم من علماء الغرب أو الشرق ألف ألف كتاب ألف كتاب مو قضية هينة هذا الإيمان ده يفجر طاقات العلامة الحلية يركض إش ما يركض أكو مجال فإحنا عندما نقول أن هؤلاء يجب أن يكونوا في هذه المرتبة واحد ليقول إحنا وين هل إحنا يمكن أن نكون من هؤلاء أو لا يمكن هذا الهدف الكبير واحد يخلي يركض يركض لعله يكون منهم لعله به يكون تمام العداد ممكن قضية الخادم المعروفة لعله أنقلها لكم في يوم من الأيام خادم وإذا به يتحول إلى واحد من تلك الجماعة المحيطة بالإمام المهدي صلى الله عليه في قضية في قضية طويلة أنا أذكر لكم بعض الروايات تبين صفات هؤلاء هذا العدد نذكر العدد بعدين إن شاء الله كيف يجب أن يكونوا هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار المجلد ثمانية وستين صفحة مية واربعة وستين طبعاً محتمل أن هذه الرواية تشير إلى ما نحن فيه تققوا في الرواية يقول الراوي دخل على الإمام أبي عبد الله يعني الإمام الصادق صلى الله عليه فقال له جعلت فداك إني والله أحبك وأحب من يحبك يا سيدي ما أكثر شيعتكم عهد الإمام الصادق صلى الله عليه انتشار التشير بعد ذلك الضغط الشديد فقال له أذكرهم كم واحد فقال كثير واي فقال تحصيهم كم واحد تقدر تعدهم قال لا هم أكثر من ذلك يعني فوق الإحصاء فقال أبو عبد الله عليه السلام أما لو كملت العدة الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر طبعا هذا العدد الأول أكو أعداد أخر نذكرها إن شاء الله كان الذي تريدون ثلاثمائة وبضعة عشر في بعض الرواية الأخر ثلاثمائة وثلاثة عشر يقول بعدين يذكر صفات هؤلاء في هذه الرواية الرواية الثانية البحار المجلد اثنين وخمسين صفحة ثلاثمائة وسبعة عن أبي عبد الله عليه السلام في صفات أصحاب الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أي شك معد هذه قضية مهمة قضية اليقين قلوبهم كزبر الحديد يعني قطع الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر يتمسحون بسرج الإمام عليه السلام يطلبون بذلك البركة عقيدتهم ولايتهم قوية ويحفون به يحيطون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم لاحظوا صفاتهم كما يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه رجال لا ينامون الليل ما يقدر ينام المؤمن ما يتمكن ينام ليش؟ لأنه محب المحب ما يتمكن ينام إحنا اللي ينام من أول الليل للصباح لأنه هذا الحب مو موجود في قلوبنا كما ينبغي ولكن المحب لا يتمكن عن ينام اللي يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى ما يتمكن ينام اللي يدرك عظمة الآخرة ما يتمكن ينام إلا مضطر ذاك العالم قال لابنه نقلنا لكم قضيته قال هكذا ينبغي أن تنام أخذ الدفتر والقلم خلاه على جانب وأطرق برأسه قليلا كم دقيقة نام ثم قام طبعا واحد إذا هواي منهك بمجرد ما يغمض عنه ينام لا ينامون رجال لا ينامون الليل هاي الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه حول صفات أصحاب الإمام المهدي لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل الآن شنو هذا الدوي يعني بكاؤه يعني لحنه إحنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسرعة بسرعة ولكن المحب له صلاة من نوع آخر يبيتون قياما على أطرافهم شنو معنى الأطراف يعني الأرجل أو أطراف الأرجل ويصبحون على خيولهم بالليل ملايم وفي الصباح يجاهد مكدودا في ذات الله في خطبة الصديق الكبرى حول أمير المؤمنين مكدود يعني منهك شلون كلمة مكدود يا أيها الإنسان إنك كادح رهبان بالليل ليوث بالنهار قمة العبادة كأنه راهب وأسد في النهار هم أطوع له من الأمة لسيدها التسليم المطلق هذه صفة مهمة في وقت آخر يجب أن نتحدث حول صفة التسليم المطلق حتى مالك الأشتار على عظمته وجلاله مالك وما أدراك ما مالك ما وصل إلى هذه الدرجة تسليم المطلق تسليم مطلق كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل قلوبهم مضيئة مشرقة وهم من خشية الله مشفقون إشفاق خوف إحنا اللي لا نشفق في الآية الكريمة في أهلنا مشفقين حالة إشفاق يدعون بالشهادة يطلبون من الله أن يستشهدوا بين يدي الإمام المهدي صلوات الله عليه ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين أولاؤهم للإمام المهدي يتمسحون بسرج الإمام وأولاؤهم للإمام الحسين صلوات الله عليه بهم بهم الباءباء السببية ينصر الله إمام الحق يعني الإمام المهدي هالشكل إحنا نطمع هل فينا هذه الصفات قلوبنا لا يشوبها شك كزبر الحديد أشد من الحجار لا ينامون الليل يبيتون قياما على أطرافهم تسليم محض للإمام الحج تعلمون التسليم المحض جدا الصعوب أنقل لكم هذه القضية مذكورة في بعض الكتب رجل شايد عاشق أو محب للإمام المهدي صلوات الله عليه يتضرع يتضرع في كل ليلة يبكي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتشرف بلقاء الإمام المهدي في ليلة من الليالي في حالة السجود يبكي يتضرع وإذا برجل يحضر عنده ويقول له ارفع رأسك فيرفع رأسه وإذا به يرى أن الحجرة امتلأت نورا ورجل أمامه هذا الرجال الشائب يقول لذلك الرجل من أنت؟ انتوا فكروا احنا مكان هذا الرجال الشائب من أنت؟ يقول أنا الذي كنت تدعوه هذه القضية في الكتب مذكورة أنا الذي كنت تدعوه يقول له أنت المهدي يقول نعم ما تريد أنت اللي تقسم على الله سبحانه وتعالى بالأقسام المغلضة أن ترى الإمام المهدي شنو تريد؟ يقول الرجل الشائب أنه أتمنى أن أكون من أنصارك وأن أجاهد بين يديك وأن أقتلى في ركابك وأن أدخل الجنة على أثر ذلك بدون حساب هاي أمنيتي فقال له الإمام صلوات الله عليه أصحابي صفوا ما عليهم أنت صفيت ما عليك يعني الطهر طهر كامل قال نعم أنا صفيت ما عليك ولكن إذا أكو شيء علي أنا حاضر أي شيء تأمرني طبعا كل واحد له امتحان معين مو شرط أن يكون الامتحان له شكل معين الله يمتحن في النقطة الحيوية قل له مو امتحان الإمام صلوات الله عليه قال له أولا هذا البيت اللي أنت قاعد فيه هذا بيت مغصوب هذا بيت أيتام خال الأيتام غصب هذا البيت منه وباعك هذا البيت بلا حق فيجب عليك أن ترد هذا البيت إلى الأيتام وتأخذ الثمن من الخال الآن هذه المشكلة موجودة في بعض البلاد مشكلة وولدت أي مشكلات اجتماعية هذا الرجل المتدين المؤمن ما يشتري بيت ما يعرف وإذا به الآن بعد التحول يتبين هذا البيت مغصوب وين يروح؟ يروح بالشارع؟ يروح بالعقل؟ كثيرون فشلوا في هذا الامتحان هذا الامتحان وين يروح؟ الآن إذا بيتنا تبين بيت مغصوب وين يروح؟ شوفوا ترجة إيمان هذا الرجل قال حاضر حاضر أطلع من هذا البيت وأرده البيت فوراً يبدو رجل مش تغل على نفسه وإلا ما يمكن هذا الشكل حاضر أنا أرد هذا البيت على الأيتام يقول ما أعرف يعرف أو ما يعرف هذا حكم وضعي هذا البيت لم ينتقل إلك بل إلك حق أن تأخذ الثمن من الباية القضية الثانية هاي القضية هاي مشكلة رجال شائر زوجتك هاي أختك من الرضاعة أمك كانت قد أرضعت هذه المرأة رضاعات كاملة قال أختك فيجب عليك أن تنفصل عنها فوراً شائب لابد عنده أولاد عنده بنات عنده أصحار وإذا بعصاب هذا الرجل بعد لهنا كان يتمكن بعد أكثر من هذا ما يتمكن وإذا بعصابه تنهار يبدو الصور شنو يصير بعد ذلك شنو يقول للناس من يقبل منه وإذا به يخرج إلى ساحة البيت اختصر بقية القصة ويأخذ يصرخ ويصيح الجيران اجتمعوا شنو القضية قال هناك رجل في الغرفة راحوا إلى الغرفة شوفوا أي واحد ما أكو قضايا أخرى أيضاً الآن هذا فشل في امتحان الزوجة واحد آخر فشل في امتحان الحورية واحد آخر فشل في امتحان القتل تسليم مع أنا أنقل لكم بسرعة بعض الروايات الأخر وأنهي الموضوع مصادر رواياتهم بعد ما أذكرها بالدقة لضيق الوقت في كتاب كمال الدين عن الإمام الجواد صلوات الله على الدقق في هذه الرواية ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بادر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أقاص الأرض وذلك قول الله عز وجل أينما تكون يأتي بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير شوفوا هاي الجملة شرطية هاي اللي يستوحش من هالبعض فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص الإخلاص بذلك المعنى الإخلاص الكامل التام أظهر الله أمره هاي جملة شرطية يعني الظهور معلق على وجود هذه العدة فإذا كمل له العقد هاي المرحلة الثانية الإمام كما يبدو من هذه الرواية أكو مرحلتان مرحلة الظهور ومرحلة القيام والنهضة فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن الله عز وجل الظهور متوقف على شنو ثلاثمية وثلاثتعش من أهل الإخلاص خلوص يعني ما بي شائب أي شائب ما فيه ولكن المرحلة الثانية وهي مرحلة القيام تتوقف على عشرة آلاف رجل لا بد أن يوجد هؤلاء في تفسير القمي في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نزلت في المهدي صلوات الله عليه وأصحابه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم هذه كلمة لا يخافون لوم تلائم من أعقد الأمور قد يحتاج إلى شرح في مقام آخر في البحار عن الإمام الباقر صلوات الله عليه كأني أنظر إلى المهدي صلوات الله عليه وأصحابه في نجف الكوفة قد أثر السجود بجباههم ليوث بالنهار رهبان بالليل في تفسير العياشي يجيء ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فيهم خمسون امرأة من هؤلاء 313 خمسين وحدة امرأة بلغت ذلك المقام في البحار عن الإمام الصادق صلوات الله عليه إذا قام المهدي باللفظ الآخر صلوات الله عليه بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم الرجل يعينهم للإدارة هؤلاء الرجال يجب أن يكونوا في قمة القمة في الصفات النفسية والأخلاقية يقول عهدك في كفك هذه رواية أيضا وهناك أيضا روايات أخر في هذا المجال فإذا المرحلة الأولى تتوقف على 313 خمسون منهم امرأة يحملون هذه الصفات هذه الدرجة التي قلناها وعشرة آلاف هم الذين يستند إليهم في المرحلة الثانية وهي مرحلة القيام إحنا كما قلنا هذا الطموح يجب أن نضعه أمام أعيننا واحد يتمكن يصعد نفسه واحد يتمكن يبدل نفسه حتى إذا واحد يعاني مشكلات لكن النفس الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه النفس قدرة كبيرة على التبديل والتغيير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منه وأن يعجل لوليه الفرج ويسهل له المخرج وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي شكراً للمشاهدة